طيب رح أحاول ألخص كلام الدكتور اللي قاله عندنا في آخر محاضرة يعني رجع عد الجدول وقال مر مهم رح أرجع أعيد نفس الكلام حق أول بس أعيده بطريقة ثانية طيب أول حاجة قال لما نشوف كذا نروح للأوتكم يعني نشوفه هو كونتنوس ولا بانري أو شي ثاني يعني طيب هنا عندنا هو عندنا اش يعني يعني كونتنوس طيب رقم بتسلسل يعني لين يرى الاختبار عندنا يكون كملنا من الأول خطوة اللي هي هنا نروح ثاني خطوة اللي هو أشوف simple or multiple هنا عندي ال independent variables منها أكثر من واحد يعني multiple طيب والindependent مهم أسماءها اللي في الجدول هناك خلاص لازم تحفظون فأقدر أقول البردكتور أو explanatory والأسماء الثانية اللي في الجدول حفظوها قال عليها مهمة خلاص بعدها أشوف إيش الف overall significance طيب قال إيش يعني معناها وكيف أسولها interpretation طيب المعنى قلنا أنها تمثل overall significance حق الموديل كله طيب هي تعتبر كأنها B value less than 5% تعتبر reject the null hypothesis طيب إيش النل hypothesis تكون عندنا في حالة الجدول هنا تكون أنه ما في أي أسأل ما في أنه ال X ما تقدر تشرح التغير في ال Y طيب هنا قالها الدكتور فين أيوة يعني 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 ما تقدر تشرح التغير في ال outcome اللي هي كل اللي اللي هي ال independent ما تقدر تشرح التغير في ال Y طيب خلاص هنا وقال هنا إنه the relation of all independent variables to explain dependent variable ده معنى الف يعني ببرتة F يعني كل علاقة كل independent في شرح ظهور ال dependent تعريف وهنا عرف وتعريفها بين وكيف أسأل ال interpretation طيب فين نحن خلاص كملنا يلا ال R squared طيب إيش نستعملون هو عبارة عن goodness of fit طيب استخدم يعني indicator of goodness of fit طيب و لازم أضربه في 100 عشان أشوف لأنه عبارة من صفر إلى واحد لما أضربه على 100 أضربه في 100 يطلع لي نسبة يطلع لي 57 طيب إيش معناه يعني 57 خلينا أشوف التعريف موجود هنا قول أكثر من تعريف يعني هو I get the measure of the goodness of fit طيب to see if the linearity good between بتون هذا outcome و ال X طيب و لا طيب explain the variation of Y يعني يوضح لك التغير اللي في ال Y اللي حصل بسبب التغير في ال X طيب بسبب التغير في ال X طيب قدرة X على شرح التغير في ال Y هو نفسه ال R لو جبلك أكثر من تعريف أكثر طريقة عرفه أنه R يعني كيف ال X تقدر شرح التغير في ال Y هي برضو R طيب و قال برضو كم نسبة التغير في Y نتيجة تغير في ال X اللي هو variables كلها هذيك طيب تعرفت ثاني معدل التغير في ال Y مشروح النتيجة التغير في ال X كلها تعود إلى نفس الكلام أفهموا أكثر من أنكم تحفظوا لنا أنه أبغى أشوف ال X كم رح يغير لي في ال Y أو ال Y تغير نتيجة ال X كيف كم يعني التغير طيب هنا عندك 57 57 يعني باقي نسبة حتى توصل 100 طيب هذه النسبة الباقي هي إيش؟ عبارة عن error عبارة عن أشياء I can't explain يعني عندي مثلا النون cause يسبب المفروض كان يكون هنا المفروض في أسباب زيادة تكون هنا عشان يطلع لي 100% بس الأسباب بعدنا ما عرفناها أو مش قادرين نختبرها معنا فخلاص يعني تصير عندنا أقل من 100 ومستحيل أصلا تكون 100% الدكتور قال أوكي طيب طيب عندنا الموديل والرزيدوال والتوتل طيب إش هي؟ أدلا خلينا نشوف هنا أول حاجة عندنا الموديل هي هنا فق هذه رقم كام خمسة إيلا الموديل اسمه بن إكسبلين سمونه الموديل طيب هنا السم سكوير هذا هو السم سكوير حق الجمع الجذور اللي أسويها عشان تصغر لان الدنيا حق أول نفس كلام أول طيب هنا عندي يشرح لي إيش الموديل How strong the explanatory variables to explain the change in y يعني كيف قدرة الإكس إنها تشرح لي تغير في ال y خلاص طيب كأنني أقول الر يعني تقريبا بس إنه بعدين رح نشوف كيف نطلع الر من هنا طيب بس إنه في عندي ريزيدوال إيش يعني ريزيدوال ريزيدوال اللي ما قدر الموديل يشرحه طيب يعني اللي ما قدر نشرح من ال y يعني عندي ال y هذه ال y في باقي إكسات أنا مش قدرة أشرحها يعني النوم فالباقي اللي غير مشروح يعتبر ريزيدوال طيب الر سكوير أقدر أطلعه من خلال أقسم الموديل على التوتل خلينا أهش هنا أخذ هذا الموديل وأقسمه على التوتل يطلع لل الر سكوير خلاص هنا الدكتور قالوا عندنا ما قالوا عند الأولاد نعم أكي خلينا أرجع هنا طيب بعدين الكويفشنت اللي هنا طيب يعتبر إيش يعتبر أنه ما تضربوا في مية مستحيل تضربونه في مية يعني غلط أكبر غلط دكتور قال ركزوا في الاختبار أنكم تزولوا الرقم نفسه وهو يكون يا موجب يا سالب عادي طيب هنا شوفوا أنه ما ينضرب في مية وانه يكون نفس الرقم same result وانه موجب او سالب موجب علاقة طردية سالب علاقة عكسية وبعدين اخر شي رقم ثمانية انه اشوف هذول كلهم حق التي تست والبي فاليو والكونفتس انترفال طيب التي تست لازم تكون اكبر من اثنين وعادي تكون موجب ولا سالب لاني بعدين راح ادخل القيمة المطلقة يعني ما يهمكم السالب او الموجب والبي فاليو نعرفها الاسدام 5% mean significant طيب والكونفتس انترفال ايش يعني الكونفتس انترفال لازم ايو اشوف اذا مر الصفر بينهم او ما مر طيب لو مر الصفر بينهم هنا insignificant هنا ما مر يعني الامور تمام significant خلاص طيب ايش يعني انا لو سويت رن الاختبار 100 مرة 95 بالمرة انا واثقة ان النتائج تكون ما بين كذا وكذا طيب 5% انا مش واثقة يعني كاني اعلم ما اعمم النتائج على الفبوليشن ممكن تكون نتائج من هنا وهنا بس خمسة غير ثقة طيب بعد يكون في دس انترفال اوكي هنا انا شارحي التعاريف شارحين دي الكلام كله نفس اللي قلت وفوق رجعت ادتو هنا طيب هنا الاكس بيكتد الفاليوم ستريشن حق الاكسجين خاص المعادلة انا تساوي هين البي زيرو والبي وون في الاكس بون حق المتغيرة الثانية حق المتغيرة الثانية حق المتغيرة الثانية متغيرة الثالث كذا we expect with each increase in age one year the predicted volume saturation to decrease by to keep all other factors constant وحين الويت برضه نفس الشيء we expect with each increase in one unit in weight واكتوب اليونت حق الويت 1 kg the expected or the predicted or we estimate the volume saturation حق الوكسجين to decrease by to keep all factor constant by all other factors ايش برضه واذا موجودة وحدة الوكسجين حطوها يعني بس مش عارفين نوعي مدري كيف مدري ايش هي اصلا طيب هنا we expect with each increase in one unit in heart beats الهارت بيت ايش حق الوحدة البيت نفسها the expected volume saturation expected to decrease by to keep all other factors constant اوكي هنا عندي الميل الميل ايضلا كيف اشرحها طيب خلينا اشوف هنا طيب الميل اذا حطيت هنا ميل يعني هنا ابنورمال الميل عندي ابنورمال والنورمال عندي الفيميل خلاص يعني لما اجي اقول compared to ارجع للفيميل الرفرنس حق الفيميل اللي غير مكتوب هنا طيب وهذا الرقم اللي 13 عائد الى الميل يعني increase in mail عائد الي يعني حقه خلاص كده عشان تفهموا بدون تلخبطون طيب كيف نقراها نقول ونقول the volume oxygen saturation in the mail compared to in the mail compared to female increases by 13 فاصلة كده 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 with keeping all other factors constant طيب انا بدت بالميل يعني هذا الرقم عائد للميل او اني اقول بطريقة ثانية the volume oxygen saturation increases by 13% in mail compared to female with keeping all other factors constant طيب انا لما اجي اسوي الافضل اني اسوي 0 1 خلاص الزيرو تعود الى the normal والهين abnormal طيب يعني لازم يكون عندي benchmark هو اقدر ما تأسويه واحد اثنين الواحد عندي الاساس هو يكون benchmark طبيعي يعني اقارم فيه بس كده الدكتور قاله على الماشي طيب هنا constant اللي هو beta 0 من beta dot من كيف تنتطيق طيب كيف انا اقراها وهين هي when اقول when all x's are equal 0 when age is 0 when heart rate is 0 when weight is 0 when the gender is female يعني لازم ارجع للطبيعي اكتب عكس المكتوب هنا الميل اكتب فيميل زي كده مثلا واحد عنده diabetis اكتب non-diabetis عكس المكتوب هنا the volume oxygen saturation predicted to be كده 87 كده حط نفس الرقاء المكتوب هنا the average حقه خلاص ذا الجدول اللي يتكلم عليه بعده هنا قال يهموا continuous وال logistic بس من هنا وهنا قال انو dicotomous اللي هو binary is or no smoker و هذي كلها قررها سهلها سنعرفها هذي انا اريد اهرب منها اه تبغون تذاكرونا تشوف الدكتور بس قال هذي زيادة الفهمكم سألنا تبغون قلنا له لا خلاص خلينا افاهمكم بالمفهوم على السريع اللي هو احتمالية الظهور على احتمالية عطلنا الظهور و زي كده وبعدين احط مثلا هنا اعطى مثال هذي ثاله عطاو هنا مثلا احتمال ان يكون عند الرجال كعنو ايId aussi اوكي principale التالثة على عشرة احتمال انو يجيلهم بعد سبعة على عشرة انو ما يجيتهم compare two female one على عشرة、 two on nine بس اسحب عليه طيب اه هنا كيف اقرال الهنا هو قال انو لازم لاختهان انو خلط كان لازم う الاختبار وأوقف وهو عندي هنا هنا باينوري هنا قل ممكن يكون بالغلط جاكم بس ويمدي يجي بس اقول انا ما ابغل فنحن كمد الفلسفة تطلق بطون خاص هو شرح عندنا فلسفة عند الاولاد ما شرحها بس فلسفة ما لها داعي خليني نسوي انتربتاشن للجدوي ايو اول حاجة هنا اشوف الاوتكم زي اللي هناك هنا الاوتكم دايكوتومس اللي هو باينوري في ايس او نو عندنا يعني حاجتين عندي طيب بعدين اشوف ملتبل ولا لين ملتبل ولا سيمبل عندي دايبيتس و ايش يعني عندي اثنين يعني اكثر من واحد يعني ملتبل طيب بعدين هنا عندي هناك كان عندي اف هنا عندي كال حتى لو كان في اف اوكي بس هنا الكاية غالبة تستعمل الكاية عاملها انا فين هنا هذي بربلتي اف كاي اعملها نفس معاملة الاف ونفس معاملة البي فاليو طيب واذا كان كده اسوي رجيكت لنا لانه انه اه ايش انه ايش انه اكسس كانت اكسبلين دافايريشن انوان ما تقدر شرح التغير في الواي البربلتي كاي سكويرد لو سألكم نقول له نفسه major all significance حق المودل خلاص اقول كلها اذا اجاك اف او كاي عادي الامور تمام طيب بعدين هنا لو تلاحظوا ما في عندي سكويرد ار طيب بس يقول لك يعني عادي اذا كان موجودة تمام اول حاج اشوف في ار ما في اروح اشوف هذا طيب اللي هو الار تو الار تو يعني عاملوا نفسه معاملة الار وان نفس الانتربيتيشن ونفس التعريف زي كده هو يقول انو نفس التعريف اللي كررناه قدام انو يفسر التغير في الواي ناتج عن التغير في ال اكس يعني قدرة ال اكس وشرح التغير في الواي انو نتيجة 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 كلها طيب هنا عندي خمس عشر بالمية يعني لازم اضربه في مية خلاص وبس بعدين خمس حاجة عندي هي هنا المهمة وقال انها او بوزيتف طيب لما ناجي نقارن بين ايو قليني اقول انا عندي لما اجي اقارن عندي الطبيعي واحد طيب لما اجي اقارن اقارن فيه اقل من واحد عكسي ازيد طردي طيب في عندي اكثر من طريقة الطريقة الاولى اني اضرب البعد الواحد في مية طيب زي هنا بعدين راح انك سوي زي هنا اضرب البعد الواحد في مية واحد سبعين بالمية يسير يعني صفر فاصل واحد سبعين ضرب بمية يصبح لك واحد سبعين بالمية اخلاص وهنا نفس الشي صفر فاصل صفر ستة ضرب مية يساوي ستة بالمية بخاص او طريقة ثانية اني احط اتاين انا نزل نفس الرقم واقول اتاين كأنه يقول مقارنة بالواحد طيب ثالث حاجة ما في ثالث حاجة بش في طريقة ثانية حق نطرح لذا كان بالناقص طيب خاص خليني امشي مع واحد مثال 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 يلا هنا حق الدايبيتز نقول دايبيتز نقول ازا ازا واحد سبعين برسنت اكمبير تو نارمل بيشن يعني خلاص هنا يعلن يساوي اخذ هذا واقارنه بالنورمل النورمال ما عندنا مرض طيب اللي هنا ابنورمال يكون اذا كان عندي اثنين طيب برضه بطريقة ثاني اقول دايبيتك بيشن بروربكتي اف هافين سي اي ديب واحد فاصلة سبعة اخذ نفس الرقم انزله سبعة واحد اوت تايم لاني حطت الاوت تايم كومبير تو نورمال بيشن طيب يلا اعطاني مثال ثاني حق مثلا عندي اي خلنا ناخد هنا عندي مثلا دايبيتك بيشن عندي هنا رقم اثنين بدل واحد كيف ايش حسوي هنا ادى شرحوا عندنا ما شرحوا عند الاولاد اللي هو اثنين فاصلة سبعة واحد اقول دايبيتك بيشن طيب اروح اثنين فاصلة واحد سبعة هو في الاساس واحد هو زاد عن واحد يعني زاد عنه كأنه مية فيكم مية وواحد سبعين مية وواحد سبعين كومبير تو نورمال بيشن يعني ركزوا اثنين ثلاثة زكي تزيدون بالمئات وتزودون على اللي بعد الفاصلة كومبير تو نورمال بيشن خلو كان اثنين اللي حال اقولك انه توايس اقولك انه شي بس هنا في ارقام زيادة هنا دايبيتك بيشن طيب هابين هنا نزل نفس الرقم لانه اوتس تاين كومبير تو نورمال بيشن طيب وبعدين هنا حق الايج كيف اصوي ود ايج انكريز يونيت ان ايج وان يير اه دي بو بولتي اوف هابين اه سي اي اي دي انكريزز باي ستة برسنت لاش انه قلت نضرب اللي بعد المية او اوتس تاين اقول هاد الرقم احطو عندو اوتس تاين واذ كيبك اذر فاكتور كونستن برضو لا تنسون هنا واذ كيبك اذر كونستن طيب وينبين اوكي خاص كما منى من الايج يبقال نا اللي هنا اعطاني مثال انه مثلا في ميل كذا وصفر فاصلة سبعة صفر كيف اسوي له طيب اقول اول حاجة عندي دا لو ابغى بالمية دا بربالتي اوف ارجع هذا الرقم كيف يعني انا اخدت مية بالمية نقصت منها ثلاثين لانه هنا عندي بورتكتف اقل من مية نقصت منها ثلاثين نقصت منها سبعين اطلع لي ثلاثين اقول نسبة ثلاثين بالمية هو اقل ثلاثين بالمية اوكي وحاجة ثانية اذا ابغى نزيل نفسه نزيل نفسه وحاجة ثلاثين بالمية ارجع لي كذا كمبير تو ميل الموجود هنا اقول فيه واللي مش موجود اخلي كمبير تو ديم يعني هنا مش موجود ميل فاخلي كمبير تو ميل فاركزوا يعني لو جاك مثلا صفر فاصلة ستين يعني ايش يعني كمبير تو ميل اطرح الناقص وحطو هين الملتي كولينوريتي انو فيه ايش فيه علاقة بين الاندبنت الفاريبل نفسهم بينتهم بين يعني وتعطينا انسيجنفيكنس ما سوي اناليس طيب فعشان كده فيه هاي كوريليشن بتوين ديم زي ما شرحتوها اول في الهناك نفسه بس هنا قول الكورس من الاندبنت الفاريبل انوار كوليتي يعني مع بعض زي المثل الوستي والديبيتس يعني دي سبب داو لدي سبب داو لدي سبب داو يعني زي كده تلخبطوا بينتهم بين الاندبنت لازم لكون اندبنت بس هنا معتمدين على بعض اثنين او ثلاثة مثلا فدقري اوف كوريليشن بتوين فاربوس is high enough it كان كوز بروبلم ونفت موديل يعني لما اجي سوي انتربيتيشن طلع لوا انسيجنفيكنسهم اصلا انسيجنفيكنس فلازم اباعدهم لازم حل المشكلة او ابدل بينهم شي او اسوي تلاعب